اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من المنتقى من التفسير وقد اخترت لكم من الجزء الرابع عشر قول الله تعالى في سورة النحل وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ مشاهدي الكرام إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل فكما هو معلوم من الدين بالضرورة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر ولكن أهم هذه الأركان بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر ولذلك كثيراً ما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما في الذكر ويقدم اليوم الآخر على غيره من الأركان في مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمارب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فأهم أركان الإيمان الإيمان بالله وبلقاء الله عز وجل يوم الحشر يوم البعث يوم القيامة يوم الدين لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت وما جادل المشركون في شيء مما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جادلوا في توحيد الله ولقائه أما توحيد الله عز وجل فقد كانوا ألفوا تعدد الآلهة حتى إنهم كانوا يعبدون كل يوم إلهة فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا شاعر مجنون كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون وكذلك لما قال لهم إنكم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون اتهموه أيضا بالجنون كما قال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنوا بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فأنكر المشركون أن يبعثهم الله تبارك وتعالى بعد موتهم وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبغوثون أو آباؤنا الأولون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وتجر أحدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومع قطع من العظم قديمة بالي ضعيفا فوضعها بين كفي ثم ضغطها فصارت ترابا ثم نفخ فيها فذرها في الهواء وقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك جهنم وفي الآية التي معنا من صورة النحل يقول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا بالله وبالغوا في الحلف وكانت عادتهم أن يحلفوا بآلهاتهم باللات والعزة ومنات وغيرها لكن إذا أرادوا أن يؤكدوا القسم ويبالغوا فيه أقسموا بالله فمن شدة تكذيبهم باليوم الآخر أقسموا بالله وبالغوا في القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فكذبهم الله تبارك وتعالى فقال بلى بلى يبعثكم الله تبارك وتعالى وإن كذبتم بلى يبعثكم وإن كذبتم وقابل قسمهم بقسم منه سبحانه وتعالى وقسم من رسوله صلى الله وسلم فقال تعالى ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم فأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه بربوبيته لمحمد عليه الصلاة والسلام والإضافة إلى محمد وهو رب العالمين إضافة التكريم وتشريف فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا فأقسم ربنا سبحانه وتعالى على أنه سيحشر الخلائق يوم القيامة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بذلك وعلى ذلك فقال سبحانه ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أي وما أنتم بمعجز الله تبارك وتعالى أن يبعثكم بعد موتكم وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تبعثون قل بلى وربي لا تبعثون وقال سبحانه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم وقال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك فالنار أول به كما قال عز وجل بل كذب بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالبعث حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور قل بلى وربي لتبعث وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى يبعث الله الموت يوم القيامة بلى وعدا علي حقا يعني وعد الله تعالى الناس أن يبعثهم وعدا حقا والله تعالى لا يخلف الميعاد كما قال عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم يكذبون بلقاء الله ويكذبون بالبعث بعد الموت وينكرونه يسألون أيان يوم الدين بل يريد الإنسان ليفجر أمام يسأل أيان يوم القيامة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم بيّن الله تبارك وتعالى الحكمة من البعث بعد الموت فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبون فذكر سبحانه وتعالى للبعث حكمتين حكمة عامة وحكمة خاصة الحكمة العامة من البعث يبعث الله تبارك وتعالى الناس بعد موتهم من قبولهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه لقد اختلف الناس في الدين واختلفوا في الملة واختلفوا في العبادة واختلفوا فيه أشياء كثيرة وكان منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح والمطيع والعاصي والمفسد والمصلح والظالم والمظلوم ثم إن الموت يعمهم جميعا فهل يتركهم الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق أن يخلق الخلق عبثا ويتركهم سدى ولا يبعثهم من قبورهم بلى وعدا عن حقا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في قسمهم قاسم كاذبين في قولهم لا يبعث الله من يموت وإذا بعثوا وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين ازدادوا حسرة فوق حسرتهم وندامة فوق ندامتهم كما قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم ألا ساء ما يزرون وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فمن يعمل مثقال ضرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ضرة شرا يرى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة